موسيقى القدس تيفي عيش الخبر أين أنا كنت يخوض أكثر من 40 أسيرا خطوات تصعيدية تندرج تحت مسمى معركة الانبعاث العسكري تتمثل بعسيان أنظمة السجان الإسرائيلي القمعية بعد ترد أوضاعهم الصحية وعدم الاعتراف بهم كأسرى حرب أوضاعهم الصحية متردية جدا أقل واحد خسر حوالي 15 كيلوغرام من وزنه يصاب بالإرهاق والتعب الشديدين تمارس عليهم ابتزازات وضغوطات شديدة خاصة بقي هناك أسيرين في زنازين عزل عوفر عادل حربات وأيما نطبيش السجنين يقوم بشواء اللحوم على مقربة من الزنازين التي يتواجدون فيها نقلة النوعية يبدأها الأسرة اعتبارا من صباح غذن الأربعاء في ظل تنكر إدارة السجون الإسرائيلية لكافة حقوقهم وتهميش القوانين والمواثيق الدولية باعتبارهم أسرة حرب نقلة من شأنها أن تفتح الباب أكثر على قضية تمثل أولوية في الشارع الفلسطيني فتحت كل العنوين على مسرعيها الاعتقال الإداري اعتقال الأطفال الأسرة القدامة الآن الأسرة الأردنيون قضايا العنوان السياسي لمعركة الانبعاث الوطني وهذا تطور نوعي ومهم وفي موضوع الأسرة الأردنيون يعني هذه التسميات فلسطيني أردني بالنسبة لنا نحن في فلسطين وقانون فلسطين يتعامل مع كل الذين ناضلوا من أجل حرية فلسطين على قدم المساواة معركة الانبعاث العسكري معركة جديدة يخطه الأسرة في تاريخهم الحافل لتضاف لخطوات سابقة ساهمت ولو بالقليل في تحقيق إنجازات وإفراجات طالت العشرات من الأسرة بتلفزيون القدس محمد العدم رام الله تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وتويتر